المعارك في شمال سوريا لم تنتهي والقتال على أشده في بعض المناطق بين الفصائل المسلحة السورية المعارضة المدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية وعلى وقع المعارك تهديد تركي جديد بتوسيع نطاق العملية العسكرية ما لم تخلي وحدات الحماية الكردية مواقع تنفيذية للاتفاق أو مواقع تنفيذا للاتفاق المبرم وعلى الجانب الآخر من الحدود التركية توتر جديد في شمال العراق غارات جوية استهدفت هذه المرة غارات تركية طبعا مجموعة مسلحة تقول أنقرة إنها على صلة بحزب العمال الكردستاني تصاعد أنقرة من حدة مواقفها في السياسة كما في الميدان تصعيد عكس سياسيا في تهديد وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو الذي لوح باستئناف العمليات العسكرية في سوريا ما لم تفي واشنطن وموسكو بالتزاماتهما المبرمة مع أنقرة وتنسحب وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة المتفق عليها شمال سوريا ويتوج التهديد تحركات ميدانية للفصائل المسلحة السورية المدعومة من أنقرة باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قصد في الشمال السوري على أكثر من محور فقد أعلنت الفصائل المدعومة من أنقرة سيطرتها على الطريق الدولي الواصل بين بلدة تل تمر ومدينة الحسكة إثر هجوم شنته على مناطق قصد في ريف الحسكة في المقابل نفت مصادر قصد الأنباء مؤكدة أن الطريق الدولي لا يزال تحت سيطراتها وتزامن هذا مع هجوم شنته الفصائل المواليات لتركيا على محور ريف الرقة الشمالي حيث أفيد أنها سيطرت على صوامع الشركراك جنوب مدينة تل أبيض بعد اشتباكات عنيفة مع قصد في وقت تؤكد مصادر الأخيرة أنها شنت هجوما معاكسا لاستعادة الصوامع ولم تقف تحركات تركيا العسكرية عند حدود سوريا فقد عاشت منطقة سنجار ذات الثقل الأيزيدي في شمال العراق تحت وطأ طغارات متتالية نفدها سلاح الجو التركي في الساعة الأخيرة واستهدف أحداثها مقرا لقوات اليبشة وهي فصائل يشكل الأيزيديون عمودها الفقري وتتهمها أنقرة بالارتباط بحزب العمال الكردستاني في منطقة خانا بسنجار خلفت عشرات القتل والجرحة كما أفادت وسائل أعلام كردية عن غارات استهدفت منطقتين خليفان وسيران شرق أربيل غدات هجوم تركي بطائرة مسيرة على منزل في ناحية سنون بسنجار ويشي التصعيد التركي بأن أنقرة ربما قررت المضية منفردة في حربها ضد خصومها الإقليميين ضاربة عرض الحائق بالاتفاقيات والتفاهمات المبرمة مع كل من الولايات المتحدة وروسيا غير أن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قدمت حصيلة مغايرة لأهداف أنقرة إذ أعلن أن أنقرة أبلغت موسكو بأنها لا تخطط لعملية جديدة في سوريا فهل يحجب أزيز الرصاص قنوات تفاوض سرية قائمة؟ أم ينفرط عقد التفاهمات الراهنة تحت وطأة عجلة الحرب؟ إلى إسطنبول المحلل السياسي بكير أتجان ومن أربيل المحلل الأمن السياسي اللواء محيد دين محمد أهلا بكما ضيفي الكريمين أبدأ معك سيد أتجان عن الذي تريده تركيا يعني توصلت إلى تفاهمات مع الروس بشأن المنطقة الآمنة انسحب الأكراد إلى حدود المنطقة الآمنة توصلت إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة بخصوص هذه المنطقة الآمنة ولكن يدها لا تزال على الزناد يعني ما الذي يجري؟ يعني الاتفاقية البنود واضحة جدا إن كانت مع الولايات المتحدة أو مع روسيا كانت على وحدات الشعبية حزب العمال الكردستان البيكيكي الانسحاب على عمق 30 كيلومتر من الشمال السوري الحدود الواقع بين تركيا وسوريا وحتى الاتفاقية التي وقعت مع روسيا نفس الشيء لكن نجد إلى الآن هناك مسلحين ما زالوا مستمرين في هذه المناطق علما بأن كان الطلب واضح جدا أو الاتفاقية واضحة جدا انسحاب جميع المسلحين خلال الأيام الخمسة الأولى التي كانت الاتفاقية وقعت ولكن هذه الاتفاقية انتهت منذ تقريبا 10-15 يوم وما زال هؤلاء المسلحين متواجدين على المناطق التي هي أقل من 10 كيلومتر عمقا في داخل الأراضي السورية على الحدود التركية فإذا تركيا من حقها أن تطالب وتقول بأن الاتفاقية كانت بنودها أن تطبق هذه الاتفاقية في حال لن تنسحب وكانت منذ البداية تقول في حال لن تنسحب هذه القوات فسوف تستمر في محاربتها معهم إلى أن ينسحبوا من هذه المناطق بناء على الاتفاقية ولكن نجد العكس الرواية الأمريكية وصحيحني إن كنت مقطعا في ذلك تفضل الرواية الأمريكية والرواية الروسية تقول أن وحدات الحماية الكردية ملتزمة بهذا الاتفاق ونفذت الذي يليها يعني كأنه هنا في إشارة إلى أن تركيا عينها على أبعد من ذلك على أبعد من المنطقة الآمنة تركيا لديها أطماع سيد العزيز إذا أخذنا بين الاعتبار التصريحات المسؤولين للأتراك يقولون الاشتباكات هي داخل العمق 30 كيلومتر داخل الأراضي السورية من الحدود التركية فإذا كانت داخل هذا العمق إذن تركيا محقة والاتفاقية واضحة كما أشارت قبل قليل والبنوط هنا عشر بنوط واضحة وكلها تقول بأن العمق يجب أن تكون 32 كيلومتر وحتى الإشارة على هذه الخط الدولي بينما نجد بأن الاشتباكات داخل هذه الخط الدولي ولكن في القسم التي هي تحت سيطرة يجب أن تكون تحت سيطرة الجيش التركي بالاشتراك مع الجيش الوطني السوري ولكن إلى الآن هناك عمليات وهناك مسلحين ما زالوا في هذه المنطقة دعني أستمع إلى اللواء محيدين محمد المحلر الأمني والسياسي عن ذات النقطة كأن الأمر معقد بعض الشيء حول طرف يقول أن قوات الحماية الكردية ملتزمة بالاتفاق تركيا تقول أنهم غير ملتزمون بالاتفاق والعملية العسكرية واضحة أنها قد تشتعل قد تقع في أي مرحلة تفضل شكرا على هذا اللقاء فلنناقش أولا موضوع الحدود ورمز الحدود لسيادة الدول وعدم جواز لأي دولة أن تجتاز حدود دولة أخرى وهنا أورد مثلا شخص يجتاز دولة معينة يجرم بموضوع اجتياز الحدود بشكل غير قانوني فكيف الحال إذا كانت دولة وجيشها وسلاحها تجتاز هذه المنطقة إذا كانت تركيا تريد أو ترغب في أن تكون هناك منطقة آمنة فانتجعل هذه المنطقة الآمنة داخل حدودها ما هي المبررات التي تجعل تركيا أن تجتاز دولة أخرى حدود دولة أخرى وتتعال هناك منطقة آمنة نلاحظ أن من بداية هذه العمليات التي قامت بها الحكومة التركية ولحد الآن ليست هناك نتائج محددة ولن نتوصل إلى نتائج يعني من المعلومة لن نتوصل إلى نتائج لأن هذه المشكلة لا تحل بهذا الأسلوب الأسلوب الأمثل إذا كان لابد من خلق منطقة آمنة فكان الأجدر بدول التحالف أن تقوم بهذه العملية بنفسها أو أن الأمم المتحدة تقوم بهذه العملية وتقلق منطقة آمنة في هذه المنطقة المعنية بهذه المشاكل ولكن سيادة اللواء فيما ترى أن هذه الإشارة تأتي من وحدات الحماية الكردية وتأتي من أطراف سوريا أخرى أن تركيا ربما لديها أطماع داخل سوريا نعم هو العمل الذي تقوم به تركيا طبعا يشير أو له دلالات على أنه لها أطماع في داخل سوريا وفي هذه المنطقة أما مبررات التي تريدها تركيا على هذا الموضوع من خلق منطقة آمنة ودفاع عن أمنها القومي فهذه مبررات مثلة للضحك وأما أنها تريد أن تأتي باللاجئين السوريين الموجودين في تركيا وتعيدهم إلى هذه المناطق هذا يعني أنها تريد أن تغير الواقع السكاني لهذه المنطقة لأن هؤلاء الناس الموجودين في تركيا ليسوا من سكان هذه المناطق هذا يخلق خللا في الواقع السكاني في هذه المنطقة دعنا الآن ننتقل إلى الذي جرى في سنجار شبال العراق لأن الغارات الجوية التركية وصلت حتى إلى قوات الحماية الأزيدية التي هي منضوية تحت راية الحشد الشعبي استهدفت هذه القوات 20 قتيلا على الأقل سقطوا منهم بحجة أنهم قريبون من حزب العمال الكردستاني كيف تعلق؟ طبعا هذه أيضا لها علاقة بالوضع الحالي الموجود في العراق يعني طبعا الوضع الحالي الموجود السياسي والأمني الموجود في العراق ترك تركيا أن تعمل أو تعبث بكيفها في أي منطقة تريد أن تقصفها وهذا خلق حالة من الأضرار بالناس أرواح الناس وهجرة الناس وترك منازلهم وهذه أيضا أعود فأقول ليس ذي فائدة يعني على الحكومة التركية أن تلجأ إلى خيار آخر غير هذا الخيار خيار الأمني والحربي والعسكري أفضل من ذلك دعني أسأل السيد بكير أتجان في ذات النقطة كانت ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني سيد بكير في السابق ربما في محيط جبل قنديل وهذه المنطقة الحدودية الوعرة الآن الغارات الجوية وصلت إلى سنجار واستهدفت حتى مكونا غير كردي قوات الحماية الأزيدية هي من الأزيديين الذين قاتلوا تنظيم داعش بحجة أنهم قريبون من حزب العمال الكردستاني كيف تعلق؟ وهل لديك معلومات ضفية؟ طبيعي أولا يجب أن نعرف جيدا تركيا عندما تتدخل لأي دولة لا تستطيع أن تتدخل كما يدعى بأنها تريد التدخل أو تريد هناك قرارات دولية هناك قانون دولي القرار الأمم المتحدة المادة الواحد وخمسين واضحة والدول التي جاءت تحارب الإرهاب إن كانت الولايات المتحدة أو الدول التي ما زالت متواجدة في سوريا والعراق أي قانون يسمح للمقاتلات السورية لا تحارب الشعب السوري ولا تحارب الشعب العراقي تعرض الأجواء العراقية وتقصف وجودا عسكريا كان أو أي أن كان شكله داخل مدينة عراقية أي قانون يسمح بذلك؟ سيد العزيز يجب عليك أن تسأل هذا السؤال إلى الدولة التي أنت تبس منها لأن الولايات المتحدة وروسيا هي التي كانت في الأمم المتحدة عندما نددت بهذه التدخل السافر لتركيا قالت من حقها التدخل لماذا لا تسأل هذا السؤال لولايات المتحدة وروسيا أنت الآن ضيفي سيد بكير وأنا سألتك هذا السؤال هل يمكن أن تجيب عليك؟ وليس أن تسألني هذا السؤال بهذا الشكل لأن المادة 51 من الأمم المتحدة واضحة جدا عندما جاءت فرنسا بطائراتها وقصفت في سوريا وادعت بأنها تقصف الإرهابيين لماذا تأتي فرنسا من ألف كيلو متر وتقصف الإرهابيين في داخل الأراضي السورية ألا تبدو حجة وهي هؤلاء ليس من حزب العمال الكردستاني هؤلاء ليسوا من حزب العمال الكردستاني حتى هذه الحجة أن حزب العمال الكردستاني حزب الإرهابي تركيا تقاتلوا أنتم الآن قصفتم فصيلا منضويا تحت الحجد الشعبي سيد العزيز إذا كان هذا الكلام التي تدعي صحيحا فهناك أمم المتحدة والدول وحقوق الإنسان تستطيع أن ترى إذا كانت هذه الحقيقة كما تدعون أم هي قصفت بالفعل الإرهابيين الذين هم يهددون أمن واستقرار تركيا ويقتلون الشعب الكردي والتركي منذ 30 سنة هذا ليس بجديد والدلائل هناك لماذا إذن الولايات المتحدة جلست على الطاولة وبرئاسة نائب الرئيس واتفقت وقالت من حق تركيا حماية نفسها من هؤلاء الإرهابيين لماذا لا تحتاجون على هذه الاتفاقية وعلى نائب الرئيس عندما وقع هذه الاتفاقية لماذا لا تحتاجون إلى الدول التي قالت من حق تركيا وعلى لسان وزير خارجيتها ومسؤولين الأمن وتقول لي كيف هؤلاء إذن تركيا من حقها بناء على إدعاء هذه الدول وعلى تواقعهم وعلى مسؤوليتهم أن تحارب هؤلاء الإرهابيين لو كان هؤلاء الإرهابيين ليسوا إرهابيين لماذا تضعها الولايات المتحدة وحتى الأمم المتحدة في قائمة الإرهابيين ليس لأنهم يزيديين ليس لا علاقة نحن لا نتكلم عن الجنسية الإرهاب ليس جنس وليس دين وإنما الإرهابي الذي يحمل السلاح ويغطر الإنسان الآخر إن كانت في داخل الأراضي السورية وضحت الفكرة سيد بكير هل أنت تقتلني لأنني تركي أم لأنني تقتلني لأنني أريد كذلك وضحت الفكرة وأرجوك أن تهدأ سيد الكريم سيد بكير التجان يقول أن القصف استهدف مواقع الحزب العمال الكردستاني وأخذ في الاعتبار أن بغداد لم تعلق على هذه الغارة وسنجار كذلك وفقا لمصادر في الحكومة العراقية هي ليست تحت سيطرة الدولة منذ أربع سنوات تفضل علق على كل هذه النقاط تحياتي للسيد بكير هو أورد مثال أن الطائرات الفرنسية وجاءت إلى سوريا وقصفت بذريعة الإرهاب قصفت جماعات داعش والجماعات داعش منتهيين أن هناك إجماع دولي على أنه من الإرهابيين الحال ليس مثل ما الهجوم الواقع على قوات قصد أو في شمال شرق سوريا هذه المنطقة ليست بالمفهوم التي تفهمها الدولة التركية هناك فارق بين هذا وهذا أرغب أرذرني سيادة أنا سألتك عن الذي يجري في شمال العراق في سنجار نعم سنجار طبعا هي خارج سلطة الحكومة المركزية وذكرت أيضا أن الحكومة المركزية في بغداد لها مشاكلها في الوقت الحاضر وهي لا تستطيع أن تتدخل أو تبدي رأيك وهي مشغولة بما هي فيه من مشاكل ولكني أريد أن نعقب على كلام آخر لسيد بكير وهو أنه هذه المشاكل منذ ثلاثين سنة في تركيا وإذن نستنتج من كلام السيد بكير أن هذه المشكلة لا تحل بهذا الإسلوب لا تحل بالإسلوب الحرب العسكري الأمني فلتلجأ تركيا إلى حل آخر ووسيلة أخرى أحسن من هذا الحل وتنصرف إلى رعاية شعبها وإقتصادها وأمنيها المحلل الأمني والسياسي اللواء محيد دين محمد ضيفي من أربيل ضيفي من إسطنبول السياسي بكير أتجان شكرا لكم